السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ليه يا رسول الله قال فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي سيدنا بلال بيقول له يا بلال قل لي أنت بتعمل إيه إيه أفضل عمل عملته في الإسلام ليه يا رسول الله قال له لإني سمعت دفا عليك يعني تحريكا عليك وأنت تمشي بين يدي يعني أمامي في الجنة طبعا كلمة أمامي في الجنة دي مش معناها أن سيدنا بلال كان يعني سابق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لا مش مقصود كده أنت تعلم أن الملوك والأمراء دائما يكون الحاشية يمشون أمامهم فهو كفرد من أفراد الحاشية الذين يمشون أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فقال له فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة سيدنا بلال قال له فكر كده بالله عليك وقل لي ممكن إيه اللي يخطر على بالك أقول لك أنا اللي خطر على بالي لما قرأت هذا الحديث منذ سنوات طويلة خطر على بالي أن بلال يقول له أرجع عمل عندي في الإسلام يا رسول الله الجهاد في سبيه الله ده أنا جاهدت معك يا رسول الله وخطت معك الغزوات أو مثلا يقول له قيام الليل أو مثلا يقول له مثلا أن أنا أول مؤذن في الإسلام إلى غير ذلك وأعمال سيدنا بلال كثيرة لكن قال له حاجة تانية ما خطرتش على بالنا قال له يا رسول الله ما عملت عملا أرجع عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي الله أكبر كلما بيتوضع حبيبي بيصد ركتين كتير ديت أمر بسيط جدا هو تخيلوا بالركعتين اللي كان بيصليهم بعض الوضوء وكان دائما على وضوء وطبعا يعني يعني الوضوء يعني يعني الطهور شطر الإيمان شو بديه فالنبي عليه السلام يعني شوف لما سأله قال له إيه قال له أنا كلما بتوضع بصد ركتين أو أصلي ما قدر لي إننا مثلا أصلي ركتين أربعة حسب الطاقة وحسب الوقت بفضل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعى بهذا العمل اليسير البسيط بفضل الله سبحانه وتعالى رآه النبي أو سمع النبي صوتا عليه يمشي بين يديه يعني أمامه في جنة الرحمن التي فيها ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه وشر نطلع من الحديث ده بإيه إن احنا دهما نبقى على وضوء ولما نتوضع مش هنخسر حاجة بعد كل وضوء كده صلى ركتين نافلة ما شاء الله ممكن تدرك العمل ده بفضل الله وتلاقي نفسك بقى ممكن تكون في صحبة سيدنا بلال في الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم أي مسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة الله أكبر تخيانوا حضراتكم في ركعتين ممكن ربنا سبحانه تعالى يكتبكم من أهل الجنة تتوضى فتحسن الوضوء مش بقى تتوضى وتسيب حتة وتتوضى بحتة وما تاخدش بالك من من الأعقاب في رجليك وإن أنت مش واخد بالك من الوضوء وإن أنت لا تخلي البين الأصابع لا توضى فتحسن الوضوء تتوضى زي ما النبي توضى صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله بعملكم مقطع إن شاء الله عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تتوضى فتحسن الوضوء ثم تصلي ركعتين ركعتين فقط تخيل بس إيه تقبل عليهما بقلبك ووجهك الله أكبر كبالك بقى إلا وجبت له الجنة الله عز وجل يكتبك من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى فشوف عمل يسير جدا بفضل الله والأجر عظيم جنة عرضها السماوات والأرض قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين أعدت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا رب في هذه الساعة المباركة أسأل الله عز وجل أن يجعلكم جميعا من أهل الجنة وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته